جزيه الثانية عن الأجانب اللي كانوا موجودين في الدوري المصري دائما نتحدث عن ملف الأجانب في الدوري المصري كتير أجانب موفقه شف كان فيه برضو أجانب يوفقه يعني بس كتير أجانب موفقه شف مين كان أبرز للناس أو اللايبة اللي موفقه أنا أسوأ يعني خلينا أقوله أسوأ من ناحية الفنية حشان بس الناس اللي لفظ يفهم صح يعني من ناحية الفنية لأ شاف إنه فيه صفقات كان بعيدة جدا برونو سافيو اللي متقلق بشدة بعد ما راجعنا دي تاني واحد من حيث المردود مردوده سيء في النهاية اتعقدتم على عيبه وفي الاخر لم يؤدي اتنين طبعا طبعا لما اجا اتكلم على اسوأ صفقة بالنسبة لي هو زكريا الوردي وسامسون اكنولا مركز اول ليه رقم كبير سواء انتقال حر براتب كبير لزكريا الوردي او بتكلم على صفقة زي وزي برونو سافيو سامسون اكنولا رقمي يتجاوز المليون واثنين من عشرة كتعاقد وبعدين الراتب بتعرق بالنسبة لي بعديهم وانا هباخد الاندية الكبيرة الاول لان معاهم فسالة زمعهم فلوس ادارة جو بيها العيبة الحجباري الحجباري لعب نادي فيوتر مهاجم الناس حتى هتستغرب من الاسمائة تلاقي اسمائي لها مشاركتش وما قديتش ومسجلتش وعملتش اي حاجة من الاسمائة اللي احنا بنقولها دي حجباري في صفقة تجاوزة المليون دولار لنادي فيوتر لم يؤدي اي شيء هدف وحيد بالصدفة لم يقدم اي شيء وبعدين فسخة عقب بالطرق بلعيب برضو اللي خزالني جدا انتوني اكبوتو انتوني اكبوتو للنادي المصري في صفقة كبيرة مش صغيرة وتعمل عليها رو كبير وقت اعلانها انتوني اكبوتو وهو بينتقل كان قبلها بموسم مش الموسم اللي قبلها على طول اللي قبله هداف الدوري قطري فبتكلم على رجل لا بتكلم على رجل معدلات هدفية ممتازة وهدف الدوري ان يجيلي مرتين فبتكلم على رجل لا عنده خبرات وعنده وعنده لم يؤدي اي شيء لم يسجل اي هدف لم يصنع واحدة من الصفقات السيئة جدا بالنسبة لي كمان شايف انه بالاضافة احكلمنا على الاندية الكبيرة احكلمنا على الاندية الكبيرة خلينا كمان نروح لي الاندية شوية اللي تحت شوية في الجدول سراميكا كليوباترا بالنسبة لي علامة استفهم من وقت وجوده في الدوري الممتاز لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي لم يتعاقد مع لاعب اجنبي من خارج الدوري المصري اللي استسني ابوك اللي رجع لهم من الموسم الحالي لم يتعاقد مع لاعب واحد في الدوري المصري لعب مش اقولك مش اقولك انه سجل ولا صنع لعب استمرارية كلها دقايق بكلمك على دقايق مش لاعب ولا اتنين بكلمك على سبع وتمن لعيبة فوق السن وتحت السن صفر النتيجة والمحصلة صفر فانا بالنسبة لي كده لو ما بينقصين اقل نادي استفاد من الاجانب او اسوأ اختيارات بالنسبة للاجانب الموسم الحالي بلا شك كان سراميكا كليوباترا وانا بحط الليستة بتاعت اسوأ عشر لعبين انا لقيت ان انا ممكن احط خمس اسماء او اربع اسماء من سراميكا كليوباترا في لعيبة تانية كتير مش اركتش من الاساس لعيبة براحت اسوان وراحت اكتر من نادي وما اشتركتش من الاساس فشايف لأ ان اختيارات الاجانب انا ممكن احط لستة فيها عشرين وخمسة وعشرين لعيب لأ اختيارات الاجانب كان فيها مشكلة كبيرة جدا 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 في الدوري الموسم الماضي طيب من في رأيك افضل اجنابي الموسم الماضي؟ في الشك ما بلوله طبعا وبعديه علي معلول يعني ما بلوله بحكم انه هدف الدوري لكن حط علي معلول ببقى صعب انك تقارم ما بين مركز ومركز حط علي معلول بعديه شوية عشان المركز وعشان اوخد هدف الدوري مع الفرق انه دايما لما الفرقة بيكون كبيرة اللعيب بيتساعد من الحواليه مبلوله لأ يعني الامور ما كانتش زي الناد الاهلي بقى انت حطت دلوقتي مبلوله علي معلول تحطي بين ثلاث هامشي مسافة بقى يعني هامشي مسافة بالنسبة لو انا حطت لتنين كده كفة واحدة معلوله ومبلوله هامشي مسافة مكر اتكلم في رفيق كبو وعمل موسم ممتاز الموسم الحالي نتاكدت واحد نسيته عشان كدا ما حصلوش في ترتيب مهم قول وليد الكارتي طبعاً كارتي طبعاً الطبعاً الكارتي حطه هحطوا بعد شوية يعني ديم يدامش همشيلوا كتير مش بعيد ممكن هحطوا بعد عالي معلومة طبعا انا عليه قلت لك التالت عشان وليدي كارت كبير محتاج يتحط ياخد لأ وليدي عمل موسم ممتاز عشان كده لا طبعا لازم يتحط هروح كمان لياو أنور لعيب الإسماعيلي خامة ممتازة عمل موسم ممتاز رغم انه كان بيستبعات فنية لأسباب غير معلومة في فترات كتير معنادي الإسماعيلي بلاتة توريه لعيب جيد ولكن الموسم اللي قبل الماضي كان أحسن من الموسم الماضي كان عامل موسم سوبر الموسم قبل الماضي الموسم اللي فات كان فيه أزماء كتير وانتبع الأزمة أنه مش عهود الوقت معنادي بيراميدز كمان جوزيف جونسون فيوتر لأ احنا ممكن نحط قائمة زي ما حطنا فيها قائمة الأس ولا ممكن نحط قائمة فيها 15 اسم اللي أجاده اللي قده بشكل جيد لكن هتلاقوا معظمهم باستثناءات بقى ممكن تلاقي جبريال أورك جبريال أورك في المحل عمل موسم ممتاز دالسون كاموني في نادي أسوان أحمد بالحاج في النص الأول من الموسم مع نادي أسوان لأ هتلاقي أسماء ببقاطة النظر على المشكلة بتحسير بس هو محمد شيبي يعاب الموسم مرائع محمد الشيبي بعيد عن المشكلة وبعيد عن المشاكل المتعلقة بالسلوك فيما يتعلق بالجزء الفني واحد من أفضل اللعيبة اللي بلعبه في الباك اليمين في الدوري كله مش بس بتكلم عليه إنه أجنبي جيد لا هو بيقدي بشكل ممتاز ولو أنت جيت قعد تتفكر كتير من أفضل زيار الوحيد اللي ممكن تحطه مع محمد هنا هو الشيبي فقط لغير فيش حد تاني في الدوري المصرف طبعا الشيبي عمل موسم ممتاز وخلينا أقول لك إنه الأندية اللي استفدت من كل الأجانب يا كريم قليلي